تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من ملفات عمل وزارة السياحة والأثار وخلال اجتماعا أكد مدبولي الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة السياحة والأثار لتطوير المنتج السياحية بالقاهرة وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة موقف تشغيل التجربية للمطحف المصري الكبير وكذا موقف اتمام الأعمال المتبقية بمكونات المطحف ذلك تمهيدا لجهازية هذا الصرح الحضري للافتتاح الفعلية في أقرب وقت